واخيرا ادرك رئيس النظام في سوريا بشار الاسد انه لم يعد قادرا على الاحتفاظ بما كان يدعي انه ترسنة اراد عدد اسرائيل ورغم ان نظامه اتهم المعارضة بتنفيذ هجوم الغطى الكيموية قال الاسد في مقابلة مع التلفزيون الصينية ان الاسلحة الكيموية في بلاده مؤمنة بشروط خاصة لا تسمح للثوار الذين وصفهم بالمسلحين بالوصول اليها الاسد الذي قال ان نظامه سلم الاسبوع الماضي الوثائق حول حجم ترسنته الكيموية تذرع بشأن عاقة المراقبين للوصول لبعض المواقع التي تحوي اسلحة كيموية بالوضع الامني المتدهور في حين ندد بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتقديمها مشروع قرار لمجلس الامن الدولي لوضع اسلحاته الكيموية تحت الرقابة الدولية قائلا انهم يحاربون عدوا وهميا في سوريا ويعتقدون انهم تمكنوا من الانتصار عليها وبعد ان قايد الاسد ترسنته الكيموية بضربة امريكية كانت تبدو وشيكا قال انه لا يشعر بقلق بسبب مشروع القرار وان الصين وروسيا ستضمنان عدم بقاء اي حجة للقيام بعمل عسكري ضد نظامها ورغم كافة جرائم الحرب التي اقدم عليها نظامه بحق الشعب ادعى الاسد ان سوريا ومنذ استقلالها ملتزمة بكل المعاهدات التي وقعتها ووسط شكوك من قبل فرنسا وبريطانيا ودول اخرى بتنفيذ نظام الاسد اتفاقية تدمير الترسانة الكيموية قال انه سيحترم كل شيء وفق على فعله